سلام لبنات كديرين لبس عليكم امركم هانية مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد اليوم اللبنات غدي نشأت معكم واحد الروتين مغايرة للايام العادية هاد النهار هو اخر يوم في السنة الفين وعشرين من هنه بغيت نقول لكم سنة سعيدة عليكم تخلي عليكم ان شاء الله بالصحيحة والسلامة وبالرزق وباش مكت منه ويا ربي اهم حاجة هي صحيحة لبنات اللي شافي ويعافي قاع الناس اللي امراض لبهاد الوباء ولا باي مرض الله يشافيهم ويا ربي ادخل عليهم هاد السنة الجديدة بواحد الفرح وبواحد الامل الجديد وكل حاجة زوين احنا متفائلين خير والله العظيمة لبنات انا عن راسي الى متفائلة خير في هاد السنة الجديدة وكا نقول ان شاء الله غدي تكون احسن من هادي اللي مشات وغدي يزول فيها قاعد الحويج اللي اللي صبرنا فيهم في سنة الفين وعشرين من الحجر من مش فيناش عائلتنا من ناس مساكن اللي بعاد في مود انخرين من بزاف الحاجة انا متفائلة خير انه تكون هاد السنة احسن يا ربي وكيما كتلكم تفائل وخير تجيده كيما كيقولو اهنا كيما كتشوفوا معي البنات خرجت مع الصباح بكريب بعد اصفت ادم ندراسة ديالو اليوم اديري اليوم واحد الحفيلة زبينة في قلت غير نخلي هكا يكون معايا نتوانسو انا وياه حيث غادي نخرجو في الاشياء ولكن قاتلي لما تخزيالو قاتلي لما بلمس من الكالير هاد يري اليوم واحد الحفيلة وهذا خليه يجي مع الوليدات وهذا الشيء صافي خليش ويمشي وقلت في الاشياء غادي ندوز من نورة خرجت بكريم شي تقديد شي اغراض كانوا عندي ومن هادس تقديد شي حويجة تخصيني الضار هنرى الناس نتافقين انا وصحاباتي باش غادي نتمعو غادي نديرو القوتة عند واحد صاحبتي وقلنا اه زي ما بدل ما اننا نوجدو قاتل كبير ونبقوا نضيعو الوقت في الطياب وهادي 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 قلنا غا نوجدو حويجات الليبسات المهم هند نفض نهار هو اننا نجمعو ونضحكو وندوزوا ووقي تزوينا خصوصا انه بنهار يعني كانين غير حناية بنتنا مكانين شرجالنا متاشي حاجة انا رجلي هاد نهار ما كانش صراحة كان في الخدمة وزي ما ما كنتش عارفها واش غادي يجي ولا الله في الشك فاش عيطلي مع الصباح قال لي يا مازال ما عارفت زي ما واش غادي نكون معاكم في هاد نهار ولا الله فذك شي لاش قلنا علاش اللي ما نعودوش ونجمعو انا وصحاباتي مدوزوا وقلت هاد البيسكويدير بحل بحل غريبة البنات اللي كاتباع في الباتيسريات ودكشانة كتعجبني بزاف هذي نفطر بها مع الصباح وتا ادم كتعجبوها كي لا ما كنتش متلا مصوبة شي كيك ولا شي حاجة كان عطي وحيدة ياكلها في القوتة وهنا البنات كما شفتوا معايا المهم اخرجت خرجت قديت الحويجات اللي خاصة لي كما كتلكم الاحساب القوتة انا وصحاباتي وقلت غادي نصيب هاكا واحد بحل تختولت هاكا كيني عندي في داجا موجدهم وغادي نعمرهم وغادي نصيب معاكم حتى مملاحظة اللي كيكونوا ساهلين ما كيشدوش الوقت كما كتلكم الغارض حن في هاد النهار ماشي هو انا نناكله هادا الغارض هو انا نجمعو ونضحكو وندوز وقيت ازوينا خصوصا انا واحد صاحبتيش حال هذا يعني متشوفناش مطلقينا متشي حاجة وليوما كانت غادي دي حتى هيا وكنا غادي نتمعو كاملي مويم هنا اول حاجة قدرتها خديت لاموس ديال شونتي جبت معايا جوش جبت لكريم وجبت لاموس ولكن هاد النهار قدت نستعمل لاموس علاج حيتي هي كتكون فيها مادا قلباني اكتر كيجيني كتكون طاغي الى لكريم شونتي خديتها ودرت معاها تقريبا واحد الكاس كبير ديال الحليب يكون باردة لبنت هذا هو سير باش انا الكريم تطلع لكم مزيان وتجي معاكم ناجحة خصوصا اللبنت اللي يالله هزا هكا مبتدي اترا ها ديالبنت ساهلة في الخدمة ديالها حيث تقوم انكم كتخويوا دكسة شيا ديال لاموس وكتديروا اللي على الحليب وكتبدأوا تطربوا هانا يا بنسبة لهاد النهار كين عندي كبار كنت ديجم صايبه ومش حال هذا ومني جبتهم من الكنجيلاتور جبتهم عالصباح فاش كنت غا نخرج خليتهم مكد ديقونج لو عالا راحتهم ولكن لقيت بانهم تهرسوا لي من الجنب ولكن ديبانيتهم ما تخافوا فاش اختكم ضروري ديباناج لصقتهم بلا كريم والزرحة مجاوش بيني نقاع بانهم تهرسوا حيث اش متفرتتوش يعني بحالة قلت وغير تقسموه من واحد البلاث صافي واخديت هاد الابوش هادي هادي كنت شاركتها معاكم ابنت واحد المره فاش كنجابهم لي يا راجلي كنجاب لي دوك الحويجات اللي كنستعمل في الحلوه هاد الابوش ودوك الواحد العيبات صغار بحال يمول هوا ما كتديرو فيهم لطاخت ولا ليكيش ازوينين صراحة وعجبوني بزف هاد الريوس ديالهم فيهم اشكال اللي زوينين هنا كنت كان عمر بلا كريم صراحة مشيت باش ناخد ديسير ولقيت السيد اللي كيبي اللي فخوي اللي مولفة كنت قد عندو لقيت ذاك النهار سيد فقلت بلا ما نضيح هاك الوقت زماء نعمر غير بلا كريم ووجات بنينة بزف خلاص انا دي كلابات كنت دير فيها الشوكولة يعني مصيبها بشوكولة الاسود ووجات تلديدها مع ذاك الماداق ديالفاني صافي اخديت لابوش عمرتها بلا كريم وبدت كنعمر في هادو كلي طاخت ديالي كندير هاكا غير تزين عشوائي وصافي اه الغاردة البنات هو انكم تفرحوا بعضياتكم اه نحتفلوا اولا منسميش انا احتفال وانما نسميه غير فرحة تدخل الى قلوبنا ولا ولداتنا راكم كتعرفوا الولدات في هادو القيطة وخاك نقولوا احنا ما بغينش نحتفلوا هذا ولكن فاش كديري هاكا الشي قاتو لاش يحلي والولداتك غير انتي ولداتك فضارك والله لك تفرحوهم وكيحسوا برسهم انه نهار مميز مش بحل ايام العاديين ولا مثلا نشري ولهم شي شي حاجات هكا على قدر المستطاع ديالنا ناخدوا لهم شي كدوات صغار ولا الولدينة ولا الخوطنا وخصوصا اللي عندها والدها هاد النهار صراحة ما تنساهمش فيه وتدوز معهم زمن الاكتر وقت ممكن وتفرحهم وتحس برسها انها في امان حيث الامان كيكون مع الولدين البنات المهم هنا يكت كاللصق هذيك الخرح احتها يكي مشو معايير التهرسات احتها هي ولكن انتي بانيتها صافي غادي نعمرها نفس الشكل واخر حاجة درتها ليهم من الفوق خديت داك الشكلات داك الحلو يعني داك الكاكاو الحلو ودرتو من الفوق هكا غير كتزين وصافي هلا عندكم البناتلي فخوي كيجيو احسن ديرو لكريم وديرو معاهم لي فخوي كيجيو زوينين بزف صافي غادي نبقاها كحتي نكمل هذي لتخطي ديالي كاملة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وعندما كنت أضعهم وضعهم خير من فوق وداخل داخل مدكس فقلت هذا هو النهار المناسب لهذا الماريو لكي نخويه كامل ثم تشوفه الماريو من هنا كحله من هنا بيد وليس مسبغته من الداخل معاك كان يسبغ لي اخويه وداخل كان عامر بالحويج وقيت لي صافي غير خلي من الداخل حيجاش خاصني نحيد هاد الدفاج وخاصني نحيد منه الحويج حيجاش خاصني نحيد من الداخل فقلت لي خليه غير كحل ماشي ومشكل من الداخل المهم غير من هنا انه مسبغ مهم هذا هو موضوعنا هنا دير الحويج جالي كاملين شكل بحالي لبنت عندي عرام دير الحويج وكالقوفه كنجي كنبغي نلبس كالقراسي كنقول ما بقوش هندي البيجامات ما عندي ما نلبس ما معرفش انا ما هاد شي مكيبانش ليا هذا البلاصة التحتانية هذي دير فيها دوك دوك اللي كنغلف بهم نموسية دير فيها المانطة صغيرين دير فيها كبينوار ديالي ويمه احطيت الحويج هذو بديت قانطوى فيهم ارثو بعد شنو قيلية اه مع الصبح جيت قانش على البولة ديال بيت النعس كنلقى هات الصوتات شوفوا باش دير اردوا البنت ومدور لكم باش يبال لكم هاتوا دير اردوا بها دا شنو اسمي تقشفه شنو اسمي تقشفه كنت خديته عقلته عالي كنت خديته دا كل عام بحالة دلوقيت هانيت فاش كانت البرد كنت خديته بحالة دا شنو ديك ساعة واقع لوشقر مازال ما دخلش البرد مزاني باقي لجو شوية سخون خديته بميتين درهم وصارحة ستصدق الزوين بزاف اذا ادالو الزوين عفتو رمضوه اذا ادالو الزوين ادالو الزوينة واختا تقسوه بحال هاك اوخاك انحطي عليه ديافة ماكي حرق متى شي حاجه اخير هنا لا تحطوش يديكم مافيديك شبيكات الحديد اذا انا ادالو الزو سيكون بارد لان اضافة بلاستيك وانا انا انا ادالو الزوينة بارد لان البلاصة فاستغلت هذا الزوينة وانا اضافة وانا اضافة وانا اشتركوا اشتركوا كيف اجتيران مهمة لا تدوش لانا اضافة لانا اضافة اذا اضافة لانا اضافة لانا اضافة كما قلت لكم معرمد الحويج وانا اضافة كل شهرين نقص بزافة ونصدقهم وانا اضافة 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 كما يقولون الصدق المقربين يوجد احضان ناس الناس متلا عندها يتامة موسكنة وولد صغر اضافة موت لها رجل او لم يكن فوق م cheese نحوي جديا والولدي و اصلا ما نعطيش يعني الحويج اللي كنلقاهم انهم سوف يتكرفسوا بقوة صبعين ومشالهم اللون ذاكش اهدوك اصلا ما نعطيهم تواحد يا اما كنلوح ذاكشي حيث الشي لا بغي تتعطي شي حاجة يا اما عطي حاجة نقية وبقي كنت تلبس يا اما بلاش فهذا بها نعطي انا من بيجامات ديالي اللي مازالك نلبسه مازالين نقيين غدي نحيد تقريبا نص ديالهم ذاكشي اللي كنشوف راسي غير معمرا به غدي نحيده اللهم ما نخلي واحد خمسة او لستة نلبسهم كاملين او الا نخلي عرام ديال بيجامات والحويج وما نلبس شي حاجة فيهم وغي كان نضيع في الوقت فعلاش غدي ندر هادشي البنات اه واحد صاحب تي عطي لها البارح وقات لها بانا هي كين مع واحد الجمعية كيدروا هادشي ديال الخير وكيدروا الناس اللي مفحالهم كيدروا مبادرة تزوينين شينها ان شاء الله قلت بغن زعما نمشي معهم مبادرة كون صور لكم باش حتى انتم متاخدوا فكرة الناس اللي كيبغوا يصدقوا مك يعرفوا شكون كيني الناس مساكن اللي محتاجين في الجبل كيني الناس اللي مقطوعة عليهم طريق مك يقدروا يمشيوا الاسواق كيني الناس اللي مفحالهم مش كيني الوليدات صغر مساكن اللي كيدروا مسافة باش يوصلوا مدراسة فهاد الناس اللي هاد الجمعيات كيدروا الخير بزاف وكيمشيوا عند هاد الناس مرة في العام مرة في الحال خصوصا هاد الوقت هاد البرد كيكونوا مساكن مكرفسين بزاف لهذا كي يجمعوا الحويجات وهذا وكيدوهم لهم فانا قررت باش غادي نحيد هذا الشي كامل اللي غادي نحيد غادي نجمعهم دايجا هادو اللي في الماريو هاد شيرا مصبنين زعماء ونقيين وكل شي غادي نجمعهم نطويهم نشوف اللي هكما ما بغيتهم شلي ما جاوش قديل اللي غير حما عم ربيهم الماريو نحيدهم ونجمعهم لهم باش غادي نمشي ان شاء الله ونجمعهم صاحبتي وما زال غادي نشري حتى شي حاجات اخرين بحال مثلا قشرات بحال ليقات دوك الوليدات الصغر المساكن اللي كي يمشون المدراسة العيالات هم مساكن اللي كي يضربوا تمارا كي يكونوا في الجبال كي يسيقى ولماء راكم معارفين هاد الوقت هاد البرد راه اللي حسن اللي هاد الناس هم اللي دايس فيهم الخير صراحة فغادي نمشي السوق وغادي ناخذ ليهم ليقات والتقيشرات والمي من نشوف الحويجات اللي فغادي نديرو وكنتمنى يكون في ميزان حسناتنا هاد البرد نتمشي كنقول لكم باش زمان بان عليكم ولا شي حاجه وانما لا باش نكون عبرة اي واحدة عندها حويج غير مع مربيهم ماريو غير مدير بهم وغير زع ما كتصبر فيهم تعود تردهم جمعهم وصدقيهم وعطيهم الشي حد تقريب ليك ولا ساكن حداك ولا من عائلتك ولا اي واحد سوف تكون فرحانة اكثر من انك غير حطاهم في الماريو فاسمحوا لي اطولت عليكم الهدرة سوف نجمع دبا هد الشي نحيدة ليدك الشي اللي غادي نقص ونبين نتلقى معاكم مويم لبناء تسمحوا لي ام صورت شليكم موزال صراحة اليوم النهار الثاني البارح جيت لبطار في الاشياء كما قلت لكم بطار عند الوليدة مويم مدرنا شي حاجة غير دايرين واحد لقاتو جيت معي جاء انا واحد لقاتو من من البطار وجيناد تعشينا ها كم جموعين في الطار وكلينا ديك الحليوه ومويم حسين برسنا انه بدايات سنة جديدة شي حاجة الي زوينا بزاف شو باقي الزوق وقلت لك اللي كانت دايرين البارح في الصالون باقي صال مكمل مزوق في هذا الشي اصيبوا غير محمد لي صيبوا البارح وقلنا ها كانت مع بعض اياتنا ودوزان هارزوين وما صورت شليكم بقنا مش طولينا كاي مع الدائس الصغار كي لعبوه وكل شي وصفية شلي كاين سمحوا لي احتما صورت شليكم صراحة كانت تليفون جديم من ديشارجي وفاجيت ضغية ضغية مشيت طرقت ادم المدراسة جبتو مشتد حلوة ولكش صافي يعني ما بقى شلي الوقت اصلا فاش نحز التليفون فقلت صافي بلاش خلي حتى المرة خرزة ما ونصور لكم الى كانت شي حاجة وكي ماشتوا معي اصلا مخرج من عند صحاباتي بكري جيت وجبت حتى دوك الحوايج ضغية ضغية داك الماريو ضغية جمعة الحوايج سنة راجزي حتاجة وجينا هنا يا مجموعين وصافي المهم هادش الي كاينا لبنات في نهاية الفيديو غادي نعود نقول لكم سنة سعيدة عليكم سنة زوينة وسنة تخير وسنة ترجع في الحياة كما كانت ونصد معكم لفيديو هنا ونضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو الجاي وبسلام عليكم